أعود إليك يا عمر في ولاية بنسلفانيا وتحدثت عن أهمية بس قبل ما نعود لبنسلفانيا يعني في عواجل مهمة جدا فضلا رغمتكم حصلة لنا يعني واضح إنها ليلة حمراء يعني بانتياز تفوق واضح في حكام الولايات 25 حاكم تفوق 25 حاكم لولاية من الولايات من الحزب الجمهوري على حساب 21 حاكم حتى الآن تفوق واضح في الكونجرس بغرفتها للجمهوريين على حساب الدموقراطيين يبدو أنها ليلة حمراء بانتياز وستكون ورقة حمراء تستمر بها بعد ما نرى من النتائج وتحقق ملموس لحكام الولايات والكونجرس بغرفتها في الجمهوريين هناك تتقدم واضح جدا للجمهوريين في حكام الولايات وفي الكونجرس بغرفتها الشيخ والنوات حتى اللحظات التي نلاحظها الآن ونتابع النتائج هي ليست فقط نتائج الانتخابات الرئاسية لكن هي بها حكام الولايات وبها الكونجرس بغرفتها وأيضا حكمة الآن بشكل عاجل تم رفض القانون في فلوريدا الخاص بالإجهاد وهذا كان محور مهم جدا لكامل هارس أن قضية الإجهاد من أهم القضايا الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية كان يصوت اليوم في فلوريدا على قانون الإجهاد وتم رفضه إذن ستكون فلوريدا ولاية حمراء بانتياز بعد أن تم رفض القانون الخاص بالإجهاد لأن طبعا كما معلوم أن الديموقراطيين يتركون الحرية تماما في هذا الموضوع ويأيضون مفوق المرأة في فلسل تكسر كمال هارس ومتحدثها الحزب الديموقراطي هذه النقطة تحديدا تكون دافع للإجهاد والإجهاد والإجهاد فأن ينتخلوا الحزب الديموقراطي ناسم الجمهوريون وهم أكثر يانيما وأكثر تشددا في هذا النقاب وتم رفض القانون سعليا فاعتبر فلوريدا ولاية حمراء ضفن جديد إلى ترامب وبالطبع تستمى حسمها منذ قدير مع هذا القانون ومحاكم الله أيضا فإذن اللون الأحمر هو المسيطر تحديدا على عدد من الولايات المسيطر وليس النهائي حتى الآن ويعني سوف يحسن كل هذه الساعات القادمة نعم حدث حتى الآن حكمة ليس على ما هو قادم نعم بكل تأكيد يقوم بغير الوضع كثيرا مع سلوريدا مع كاليفورنيا هي أختلف الوضع كثيرا أكيد بكل تأكيد من الأصواف المجمع الانتخار خلال فترة القادمة طيب عمر نعود إلى محورية هذه الولاية المهمة التي تتواجد على أرضها الولاية طبعا الولاية طبعا مهمة جدا الولاية حاسمة وكما ذكرت لكن هي مفتاح النجاح لمن يريد أن يكون ساكن للبيت الأبيض حتى يعني خلينا كده حكمة نشوف الأرقام وصلت لتين خلال الدقائق الماضية اختلف الوضع كما ذكرت لكن اختلف الوضع ما بين دقيقة وأخرى في تقدم ترامب حوالي 2% في هذه الولاية الآن وبالطبع الفرز لم تجاوز حوالي 31% وترامب اتتفعت نسيته إلى حوالي 48.5% فأقولك أن الوضع بيقالت كثيرا وهذه الولاية ستكون حاسمة والتنافس سيكون شديد ولن تخرج نتيجة هذه الولاية اليوم وسيتتدد ربما لساعات قادمة وسيتم الطعن عليها وصلت لك أن حملة ترامب وحملة هارس هنا في بنتلبانيا الآن يستعدون يجعلون الأوراق لمباشرة ليضعون عن نتيجة الانتخابات في بنتلبانيا لأنها أهم أهم الولايات التي ستحسم نتيجة الانتخابات ككل وكل أنظار الولايات المتحدة الأمريكية تستجد الآن طوبة بنتلبانيا ومتابعة فيها مقاطعة مقاطعة بالمناسبة في إحدى المقاطعات يعني التصويت امتد فيها بحكم المحكمة لمدة ساعتين أدفتيين بدل ما يتم اختتام التصويت الساعة 8 لأن التصويت الساعة 10 بحكم محكمة جزئية في أولاد بنتلبانيا بسبب أخطاء في التصويت ومجدية التصويت كان حصل مجموعة أخطاء أخرى في التصويت بشكل واضح فبالتالي ترتب عليه حكم المحكمة لأن يتفع أو تزداد ساعة التصويت في مدة ساعتين أدفتيين يتصل للساعة 10 يعني لسه أولاقة اللجنة هذه منذ حوالي 40 دقيقة فقط نتكلم عن ولاية مترميزة من المقاطعة إلى أخرى ربما يستغر 5 أو 6 ساعات داخل الولاية فقط فهي ولاية كبيرة جدا وستستغرق وقت طويل لفرزها وتأكد من متائجها بعض نعم عمر عبد المجيد كنت معنا من ولاية بنسلفانيا وهي ولاية مهمة جدا ودائما معنى في الخدمات الإخبارية القادمة والآن أيضا شكرا لك جزيلا